احنا حكينا عن المسيح وصورة الله الغير منظور ايه عاوز تختملنا بالرسالة في هذا الوقت؟ اختم بمقاله بولس في كلوسي 3 فان كنتم قد قمتم مع المسيح اي ان كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة الى الدائرة الجديدة فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الارض ولنستطيع ان نهتم بما فوق الا من خلال الكلمة المقدسة وعمل الروح القدس والحرص على علاقاتنا الشخصية الفردية في المغدع وعلاقاتنا باخوتنا في كنيسة الله مع المؤمنين الاخرين ولا سيما لزينا اتبعونا الرب من قلب النقي والتمسك الشديد بالكلمة لتسكن فيكم قال لهم كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وانتم معلمون ومنذرون بعضكم بعضا في كل حكم معلمون بعضكم بعضا اقول لاخواتي الالو بولس في كلوسي واحد لابد ان ننادي بكلمة الله اخر اية في كلوسي واحد الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح ولا يمكن الكمال بعيدا عن المسيح المسيح واحد امين امين مجدا للرب مجدا للرب شكرا كتير اخ سامح وان شاء الله حابين شوفك اكتر معنا اخ سامح دعوه مفتوحة ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا اخوتي واخواتي يعني الموضوع اللي حكى فيه موضوع مهم جدا وانا عم أشوفه اليوم بتكرر في هذه الايام في صور مختلفة وكل الموضوع على فكرة لما بنتكلم عن ولادة المسيح ما فيش مشكلة بنتكلم عن حياة المسيح الأخلاقية الكامل ما فيش مشكلة منتكلم عن تعاليم المسيح ما فيش مشكلة منتكلم عن معجزات المسيح الخارقة ما فيش مشكلة منتكلم عن كل هذه الأساسيات ما فيش مشكلة ولكن بحال ما منتكلم عن الغرض اللي جاء من أجله يسوع هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات فالجحين تفتح فاها ويبتدأ تبتدأ الحرب والمقاومة بكل دراسة بكل شراسة ويريدوا أن يضعفوا من هوية المسيح أن المسيح جاء في الجسد بس ما هواش الله وإلا كيف الله بيجوع وبيعتش وبيصلي على الصليب إلهي إلهي لماذا تركت؟ إنه كل هاي الأسئلة اللي بنسمعها دايما وبتتكرر ومنجاوب عليها وبرجعوا بيسألوا لأنه مش عاوزين يدرسوا أو يعرفوا الحقيقة أكثر اللي عاوز أقوله أحبائي نحن نؤمن الكتاب المقدس هو كلمة الله نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص نحن نؤمن ليس بأحد غيره الخلاص يسوع جاء مات على الصليب قام حتى يعطيك التبرير ويعطيك غفران الخطايا وعاوز ينقلك من الظلم إلى النور ويكتب اسمك في سفر الحياة شو رأيك اليوم تختار الحياة مع يسوع المسيح اشتركوا في القناة